بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي هاشميل أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كنت أستمع بالأمس إلى تلاوة كرآنية مباركة من سورة التوبة فسمعته فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فهل هي فإن رجعك الله أم فإن رجعك الله أيها الإخوة والأخوات تعالوا بنا لنتحدث اليوم في موضوع ليس فقط لأهميته ولكن لأنه كثر الحديث فيه بشكل مفرط ألا وهو النبر في القرآن الكريم تابعونا بداية ما هو النبر النبر هو ارتفاع الصوت على مقطع معين من الجملة أو من الكلمة لتوضيح المعنى المراد من الكلمة وفي الحقيقة أن هذا الموضوع لم يحظى بصدى في الكتابة والتأليف من المؤلفين القدامى لعل الكراء في العصور الإسلامية الأولى كانوا يقرؤون الكرآن بالسليقة وبالفطرة على اللهجات العربية الصحيحة ولكن بالنظر إلى مستوى الكراءة اليوم فإننا نجد أن عدم وضع النبر على مكانه الصحيح قد يؤدي إلى تشويه المعنى أو على الأقل يؤذي أذن السامع كما سمعنا أنفا من كان يقرأ فإن راجعك الله النطق الصحيح لها فهو بالفتح بالنبر لأن النبر يوضح صوت الفتحة وصوت الحركة فإن راجعك الله هذا هو النطق الصحيح لها لأن الجيم ليست ساكنة الجيم مفتوحة فلابد أن نقرأها بالنبر على الجيم لأن الجيم مفتوحة وكما قلنا أن النبر يوضح صوت الحركة فنطق الكلام لا يكون مكتمل الصحة في بعض الأحيان إلا إذا روعية وضع النبر على مكانه الصحيح ولابد أيضا أن نستخدم النبر في تلاوة الكرآن الكريم لنفرق به بين أمور كثيرة منها مثلا بين الساكن والمتحرك كلام التعليل مثلا ولام الأمر كلام التعليل مثلا كما في قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا وليوفيهم أعمالهم فهنا نستخدم النبر ليوضح صوت الحركة ولنميز به بين الفتحة أو الحركة والسكون لأن السامع هو ليس متأكد إذا قلنا مثلا وليوفيهم أعمالهم وليمحص الله الذين آمنوا مش متأكد أن هذه فتحة أم ضم حركة أم سكون ولام الأمر اللي هي اللام الساكنة أيضا هذا بس لنفرق بين اللام الساكنة واللام المتحركة لام الأمر اللي هي بتكون لام ساكنة ليس في جميع الأوقات أو في كل الأحيان ولكن أنا أتكلم عن التفريق بين الساكن والمتحرك ففي الغالب لام الأمر وردت ساكنة كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق وليتق الله ربه هذه لا تحتاج لا تحتاج إلى نبر لأن النبر كما قلنا هو ليوضح صوت الحركة وليس هناك حركة هنا في هذه الأمثلة حتى نستخدم هنا النبر ولكن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون يوم هم على النار يفتنون لا نستخدم النبر هذا مثال حتى نفرق بين أمور يعني لابد أن نضع النبر على مكانه الصحيح إذا وضعنا النبر هنا سيختل المعنى لو قلنا مثلا يوم هم بارزون يوم هم على النار يفتنون هتب شبيهة يعني مثلا أمور أخرى فسيتغير المعنى ممكن أن يتغير المعنى وممكن أيضا أن يشوبه شيء من التشوه إذا استخدمنا النبر على غير مكانه الصحيح كما في هذه الأمثلة نستخدم النبر أيضا في أمور منها المشدد عند الوقف لنبين أن هناك شدة وأن هذا الحرف المشدد بحرفين كما نعلم كقوله تعالى أين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر فالله هو الولي لا يخرجن الأعز منها الأذل فإن لم يصبها وابن فطل هذه الأمور لا بد أن نستخدم عليها النبر كما أوضحنا وأيضا على المشدد بعد مد كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحق الطم مع طبعا مراعاة حركات المد ومقدار المقدر المد وكذا ونستخدم أيضا النبر عندما تلتقي ألف الاثنين بحرف ساكن كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليه مدخلوا عليهم الباب وحقيقة أن بعض الباحثين بالغ كثيرا في هذا الموضوع طبع له كتب ودروس خاصة على الإنترنت وربما على شاشة التلفاز أيضا منهم من قال أنه لابد من وضع رموز تشير إلى مواضع النبر على الحروف والكلمات القرآنية كما وضعت الفتحة والضمة والكسر والسكون من قبل ومنهم أيضا من تكلم عن ما النافية وما الشرطية وكيفية التفريق بينهما بالنبر وبدون النبر ومنهم أيضا من أمسك بباب المقطوع والموصول وبدأ يفصل إذا كانت الكلمة مقطوعة مثل مثلا كلما ألا ألا إن كانت مقطوعة توصل هكذا وإن كانت موصولة تقرأ هكذا بالنبر وبدون النبر حقيقة أنا أقول أننا ما وصلنا إلى هذا الحد من سوء الأداء والتلاوة حتى يتم تكريس وقت وجهد زائد لهذا الموضوع خاصة وبعض الباحثين أيضا اقترح أن يضاف باب كامل إلى كتب التجويد فيه تفصيلات على موضوع وضع النبر على الحروف والكلمات الكرآنية ويضاف هذا الباب يسمى باب النبر يضاف هذا الباب إلى كتب التجويد فهل ممكن أن يحدث ذلك ممكن ولكن أنا أقترح أنه إذا حدث ذلك فإنه لا يكون باب كامل لماذا باب كامل ممكن أن تكون عبارة عن إشارة وهذه الإشارة تلحق بباب أركان الكراءة الصحيحة فقط كتذكير بأهمية التلقي والإسناد حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن عن جبريل عليه السلام كان جبريل عليه السلام يقرأ السورة أو الآيات ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويقرأ نفس الآيات بعد جبريل عليه السلام ثم جبريل عليه السلام يصحح إذا كان هناك أي شوائب أو ما شابه ذلك قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة